موسيقى وعلى هذا الأساس الله دائماً عنده خطط رائعة شو ممكن أن تكون هذه الخطط؟ لأنه معظمنا كمان بفكر بأنه لك الله سمح أن أقطع بهذه الظروف لا ربما مظبوط لكن ليس الهدف أنه يدمرك ليس الهدف أنه يكسرك ليس الهدف أنه يسرقك ليس الهدف أنه يحطمك الهدف أنه يرفعك يبنيك يغيرك ويجعلك تختبر قيامته هذا هو الهدف الإسمار يأتي من خلال صحة جيدة روحية نقطع السطر لا بدك تعد تشد ولا تقد ولا تعمل ولا تسوي عيش مع الرب خلي وجهك يلمع بحضور الرب خلي حياتك تكون مية بالمية ماشي معه تعرف شخص مثل ما أنت دقيق بشغلك مثل ما أنت دقيق بقصص كتير بحياتك كون دقيق بعلقتك مع الرب كون دقيق بأنه سيدي أنا لن أتوانى عن الأعدات معك لن أتوانى عن حبي لكلمتك لن أتوانى عن خدمتك لن أتوانى عن كون بجسدك وامشيني قلتلك واحد من الأمور للأشخاص لا تدركها جيدا قيمة أنك أنت بجسد المسيح تعرف شيء ملفت بأنه الله ينظر إلينا بنفس المحبة اللي ينظر فيها إلى الإبن بالنسبة لألي شيء كتير كبير تعرف شو اللي بيقل لي هذا الموضوع لما الله خلق آدم ليش الله خلق آدم هذا بيقول كان الله عنده احتياج أنه يخلق آدم كان فيه الله يكمل من دون آدم بالحقيقة كان بيكون رأسه مرتاح أكتر بكتير شبكم مضبوط اسمعوني أحبة إذ الله خلق آدم خلق آدم لسبب واحد خلق آدم من أجل أن اسمعوني أن يمتعه بشركة معه أحببتهم كما أحببتني يعني محبة ما فيها أي مطالبة لأنه محبة الأب والابن ما فيها أي شرط بحبك بتجرد بحبك لما بتكون خاطئ وبحبك لما تكون مش خاطئ هلأ بتقلي بس معنا خاطئ كيف بدوا يحبني الراب بحبك ما بحب الخطيئة تعرف ليش ما بحب الخطيئة الخطيئة عندها مشكلتين أول شيء عم تدمر خطته بحياتك اثنين عم تبعدك عنه إذا في شيء بديك تطلع فيه من هذه القاعة اليوم الله يحبك دون قيد أو شرط محبة الله غير مشروطة لو شو ما دك تعمل لو هلأ بتعبد الشيطان الله بحبك أما تروح تعملها بس يحبك دون قيد أو شرط بغض النظر لو شو ما عم تعمل ما بحب شو عم تعمل ما تفتكر أنه مفسوط بشو عم تعمل بس بحبك ما في شيء بيقدر يفصلنا عن محبة الله إذا أنت في يسوع لا ما بتكون في يسوع كيف أنا بكون في يسوع كون بيسوع نهار بيكون عندي علاقة حقية محبة الله محبة الله لکس محبة الله شكرا